اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا للأسف بسبب يعني مشكلة فنية ما كنا شايفين ردة فعلك يبدو تأثرت انتوا اصدقاء الان ومع بعض على الهوى وجهودكم طبعا الطيبة يعني في عالم الصحافة العربية تقدر واليوم اطلالتكم ببرنامج حلوة يا دنيا بصراحة الها معنى كبير بالنسبة لنا استاذ عبدالوهاب نترك لك الكلام صباح الخير صديقي وصباح الخير لجميع الاهل في فلسطين وانا اللي بربطني في ناصر غير الصداقة الشخصية بربطنا هذا الاسرية بين الشعبين الاردني والفلسطيني كما تحدثت في البداية ولكن يعني كورونا بعدتنا شوي انا وياك عن بعض فقط هي كورونا ولا احنا دائما قريبين من بعض احنا على تواصل دائما وانا بحكي الان عن اخي ناصر ليس من انا يعني شياتي مجروحة فيه لكن هو قامة وطنية فلسطينية بعتز في علاقتي معه هو منافح ومناطل بمعنى الكلمة عن فلسطين في كل المحافل اللي اشتركنا فيها سواء عربية او دولية واخي ناصر يعني كل شيء يقبل القسم ممكن عنده الا فلسطين فعلاقتي فيه من هذا الجانب علاقة وطيدة جدا وانا دائما بقول انا عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين كما هي النقابة الاردني وهو يقول ذلك وموقفنا دائما انا واخي ناصر في هذا الموضوع في كل المحافل اللي حضرناها وفي كل المؤتمرات نحن فلسطينيين خارج انا بالنسبة لي انا فلسطيني خارج الاردن وانا اردني صحيح حتى النقاع لكنني فلسطيني حتى العظم كما هو نفس الشيء وكن دائما احكي لا اخي ناصر معلش اقول له انا يعني انا تعلمت شيء على ايدي مجموعة من الشخصيات الاردنية ومنهم استاذي الفاضل محمود الكايد وجمعة حماد وسليمان عرار تربينا انه اللي ما بيحب القدس ما بيحب عمال واللي ما بيحب الخليل ما بيحب الكرك واللي ما بيحب نابلس ما بيحب الصل صباح الخير يا صديقي واهلا وسهلا فيك على شاشة رؤية وهذه يعني رؤية انا بالنسبة لي برضو شاهتي فيها مجروحة لانه انا اول مرة ادخل استوديات رؤية لكن منذ التأسيس تكلمت بصراحة عن هذه المحطة انها ادت دور اساسي في ربط الضفتين ببعض والشعبين ببعض غير عن دورها المحلي اللي قامت فيه وانا مصر على ذلك انها مؤسسة وطنية محترمة كبقية المؤسسات الاخرى لكنها ادت تابد نعم يعني استاذ عبدالوهاب ايضا استاذنا من فلسطين فعلا نحترم هذه المشاعر لابد ان يكون هناك الكثير من الذكريات المؤلمة الذكريات المفرحة يمكن وضعنا الحالي هذا البعد اللي احنا عايشين فيه بحكم الاحتلال الممارسات القمعية التي يمارسها الاحتلال بحق اهلنا بفلسطين اوضاع كورونا ولكن ان شاء الله لابد ان نرى الامل في النهاية استاذنا ضيفنا من فلسطين يعني من حب نسمع منك كلمة اكيد يعني نحترم تأثرك ولكن من بعد اذنك نسمع منك كلمة وايضا يعني خلينا نقول لماذا تأثرت الى هذا حد لما قلنا لك انه الاستاذ عبدالوهاب معنا عبدالوهاب زغيلات يعني بالنسبة الى اخوه اه 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 اكثر من سنة ما شفته يعني هو اكثر واحد حببني بالاردن بصراحة رغم اني انا يعني تربيت على حب الاردن ولكن حب الاردن يعني عبدالوهاب حببني بالاردن بشعبها بصحفيينها بمؤسساتها بالدولة الاردنية اللي بصراحة يعني بلاقيه سند في كل الاماكن حتى لما اغيب بعرف انه عبدالوهاب موجود بعرف انه في سند كبير اسم الاردن بمثل عبدالوهاب الغيلات وبالتالي يعني غيابي احيانا قصريا في الاجتماعات العربية والدولية بقول له دائما انت باي مكان بكون انا غايب انت بتحكي باسمي لاني واثق انه عبدالوهاب الغيلات يعني يمثل الاردن وفلسطين بكل يمكن مرات اكثر مني وممكن مرات نحكي بصراحة وهي بالكولسات اللي بتنفي الاتحادات العربية والدولية يمكن اللي ما بقدر انا احكي عن فلسطين عبدالوهاب ازغيلات لان الواحد يعني شهادته دائما مجروح بحق نفسه وانه يحكي عن فلسطين عبدالوهاب هو اللي دائما بتقدم الصفوف وبيحكي عن فلسطين بقاتل مقاتل شرس من اجل فلسطين بالتالي هذه القامة الكبيرة بما تمثل من قيم اردنية وقيم عربية اصيلة لها مش بس احترامها ولها محبة كبيرة وانا بصراحة بحكي على الهواء مباشرة ان اليوم اللي ما بحكي فيه مع بعدي يعني بشعر انه اشناقصني وهو بعرف انه يعني خاصة في كورونا اجراءات اللي بيقوم فيها هو عائلته لانه كمان عائلته بالنسبة لأهلي اخت عم عداي وعداي وبناته ومحمد وزايد يعني حافظهم كلهم لانهم يعني زي اخوتي وابنائي ولكن عبدالله هاب زغيلات بصراحة قامة اعلامية كبيرة على المستوى العربي والدولي الاحترام كبير عندما بكون في بأي محفل دولي مستحيل ما يكون بصمة كبيرة عشان هيك رغم انه رئيس لجهة الحريات في التحاد الصحفيين العرب لكن كمان في الاتحاد الدولي الصحفيين اللي انا موجود في قيادته عبدالله بزغيلات كل قيادة الاتحاد الدولي الصحفيين تحترم وتكون حريصة ان يكون دائما في كل اجتماعات ممثلا عن اتحاد الصحفيين العرب انا يمكن شهادتي في مجروحة ولكن انا بصراحة احبه وانتو يا فؤاد وزميلتي بكيتوني اليوم على الصبح على منظر انا كنت كثير مشتاف اشوف عبدالوهاب بس يلا بدنا دعويك ورجناك صديقك الدنيا حلوة معاكم وبرنامجكم حلوة يا دنيا حلوة كثير كأن هذا اليوم بالنسبة كثير تاريخي اني اشوف صديقي اليوم صرنا ابو عدية سنة تقريبا مش سايفين بعض اليوم بالضبط اخر مرة ارتقينا في موت المر في قطر اول ثلاث في قطر وبعدها في مصر لأ يعني خلال أسبوع يومين كان مصر وقطر احنا دائما نسافر مع بعض ومنروح مع بعض يعني احنا معروف انه في التحاصة في العرب انه عبدالوهاب وناصر هم توأم وانا فخور انه فلسطين والاردن هم توأم العرب الحقيقي اللي بحب بعضه وبوقف مع بعضه وعبدالوهاب هو نموذج للشعب الاردني الوفي الاصيل يعني شعب النشامة شكرا أستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين بدي أشكرك بصراحة باسم ميس باسمي شكرا لإطلالتك معنا الأولى في حلوة يا دنيا بسعدنا وعفكرة يعني هذا موضوع كورونا اللي غيرت أحوال الناس أبعدت الناس قللت أو يعني منعت التلاقي لأكثر من 13 شهر ولكن نأمل انه ظروف تتحسن انتوا كمان في فلسطين انتبهوا إلى انفسكم صحيح الإغلاقات مرهقة نفسيا واجتماعيا وطبعا طبعا اقتصاديا ولكن كمان كصحفيين عندكم دور طبعا مقدس تجاه مجتمعكم رفع من همته وأيضا انتم مقبلين كمان على انتخابات إن شاء الله قريبا ما إلنا إلا نتمنى لكم كل التوفيق والصحة وشكرا على هذا النموذج الإنساني اللي اليوم يعني ورجعتونا يعني كنا نعرف إنكم أصدقاء بس ما كنا نعرف لهاي الدرجة ممكن يصير يعني هذا التأثر محبتنا لكم كبيرة شكرا جزيلا وبترجع على بيتك وأهل بيتك سالم أستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين مرة تانية بسعتنا وبشرفنا تكون بيننا في حلوة يا دنيا